بسم الله الرحمن الرحيم. لأ الميزاني يا جماعة مادياً متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكو جامد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربك رودي تزدق. تسلمي يا همسات تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه وحاسس ان رزقه مش كفاية تعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبطاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون فعونكو ربنا يكون فعونكو لو الكروت دي مزبوطة. آآ شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته. فاهمين قصدي? او الله يا مسحول. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه ما سندوش كويس. آآ ما استوعبهوش. في حاجة حصلت يعني الميزان حاسس ان هو ديسابوينتد. آآ 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 مرسيا نونة. آآ فيها في حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. آآ في وضع غلط بيصلح. تمام زي ما انتو شايفين. ماسك شاكوش وبيصلح. آآ صح? آآ. شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية مش بس آآ آآ مستقرة. لا 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 ده عايز صراء يعني هو ضغط عليك ضغطة جندة جدا. خلينا نقلب الآية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها في طاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. ما بتنامش من كتر القلق. حاسة انها آآ شريكة هبان على حقيقته. آآ الطاقة ما بينكم فيه حاجة بتتصلح فيه حاجة بتتغير. آآ شريكك عايز ايه? عايز يعني ياخد كل حاجة منك. يعني عايز كتير. عايز كتير طلباته كتير والديمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتده يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفوا انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد. او ان هو يستغنى عنك. او بيحاول يستغنى عنك. ساعت هتكشف على حقيقته. شايفك ازاي شريكك شايفك ازاي? شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده انت عايز تروح للامان يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او ليه مزع على الميزان بالشكل ده. بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزاني. الامور لو تصلحت ان شاء الله تتصلح. بصوا بازن الله جايلكو فلوس. في تطور في الحالة المادية. كويس? حيرجع. او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي? هل يا ميزان انت هتقبله? خلي بالك ان هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت انه هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت اضرب بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما تتكسرش. طيب. حالله بس نوقف معايا حتة حد. مش عارفة ليه جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معاك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه انه هو موقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انا نصيحتي ليك سيبك بقى متروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تعملش الصلح بقى. اوكي? امين يا ربي. تسلم يا عبدالله. اشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة بره الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقك ويتمملكك على الف خير. هلخص القرية بسرعة. الميزان عايز باب رزق جديد. رزقه حاسمه مش كفاية. عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا ما اثر على نومه. وقربت الاصر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدهور. بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكو ازاي? حاجة كانت نسطورة وانكشفت. او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اا شريكك عايز ايه? عايز حالة من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع. مينة انا مشاكل انت بنته لولد. اا بصي حبيبتي. الرسالة دي طويلة جدا. اعمليها كافي. وبعتها للصفحة. وهحاول ارد عليك. والكلام ده المينة بس يا جماعة. انا هنوه عن الموضوع ده بعد القراءة. اا شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبرا الامان. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش واقف مكانك. وحدة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حلمة دي حتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. اا وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعد دي كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اا ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بوعد ومش شايفة فوراق يا ميزان. يمكن يكون في اا عقبة او يعني مطبه. عين كده بس مطب صغير. اا يمكن يكون شريكك اا تعب من الانتظار اا من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو اسيق الظن بشريكك. ممكن يكون فعلا اا تعب من حاجة معينة اا وتقطو قربة تخلص. فان شاء الله حيجد جديد بازن الله حيجد جديد في العلاقة وبازن الله علاقة تتحسن. طيب. سؤالها في صفر ولا لا للأسف مش شايفة صفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة صفر. انا شايفة قدامي نهاية بحرب شديدة. وربنا يكون فعنا كالصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك بجدد. حالة متدهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن وقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معاها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لواجهة شكلها ايه? هتتبح بقى. بس دي ماس كسيف. وحطير بقى. هطير رقاب. متجوزة. طب في اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لانه شايفة الدنيا نيلا خابس. شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. آآ شايفة قدامي حسد شديد او سحر تفارة الشيطان كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع. آآ 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 بصي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عمي هتتشتغلي ولا لأ. لكن صح قلبك يا بلل. آآ آآ يمكن تكون يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفة ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا. وانا اقايت برافو برافو برافو. آآ 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 شايفة قدامي انهيار لبورج الشكل في حاجة كانت آآ كنت يحطي آآ يعني صورة لشيء وحتبتدي الصورة بتباني على حققتها. حاجة بتنهار. وبتظهر آآ وبتظهر آآ وبتظهر على حققتها. انهيار طب الحمد لله. خلاص. بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك. شطورة. بصي بقى حبيبتي. يبقى ان شاء الله الكارت ده احتفال. واحتفال بدا. انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا. او اه في حاجة ما عندك هتحصل في المادة. لكن التطور المادي بطيء يا جيم. التطور المادي بطيء. حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة. خلي بالك مجدرت الحسد ده عندكم حسد. لكن ما شاء الله عليك انت يعني بصي ده. اه قوية ما شاء الله واقفة بثبات. و اه عندك توازن ما شاء الله عليك. وشايف اهو. ده الشريك الحمد لله بم ان العلاقة كويسة. شايفة الشريك بيقدم لك حاجة حلوة. ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده. حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص. في شخص عندك هيبان على الحقيقة اقول اني شايفة خطارة. هتحسي بخطارة. بس بس ما تزعليش ما يستاهلش يعني منك انك تزعليه خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان. ما شاء الله اكتمال دائرة. الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل القرايات. وظهرت برضه في القراية الخاصة. الميزان مدقن لعمل وجدا. انت مدقن لأي مكان اللي انت بتعملي. بس سؤالك حبيبتي اذا في صفر. انا شايفة احتفال. احتفال. لكن اه يمكن يكون ده. يمكن يكون الصفر. لو انت حاجة اخفت بالنسبة لها خطوات ومستني التنفيذ. يمكن ان شاء الله تجي لك مثلا موافقة تبتدي خطوات فيها. انما الصفر بالفعل يمكن يكون مثلا الشهر اللي جاي. عموما اتمنى لك التوفيق وقريبك برضو حلوة.